في بعض الرجال أو بعض السيدات يقول لك أنا يعني ما عرفش أعبر عن مشاعري بشكل مباشي ما عرفش أقول ده إزاي ده يبقى موجود بشكل حقيقي في بيوتنا لأنه فعلاً الكلمة بتفرق الكلمة بتخلي الإنسان يدي أكتر ويبقى أفضل أكتر في علاقته ويحسن علاقته بشريكه وبزوجته أسلوب التواصل بين أي زوجين هو مش أكتر من مهارة قابلة للتعلم زي هذا يا مهارات كتير قوي فطبيعي جداً إن إحنا مبدئياً لازم أسألك لأن حضرتك اللي هتحس باهتمامي فلازم أفهم من حضرتك هو أنت إيه اللي اهتمام عندك إيه اللي بيترجم عندك اهتمام أو تأدير لأن الاهتمام والتأدير والحب رهنا بالمتلقي مش بالمرسل يعني أنا ممكن أقول كلام وأعمل تصرفات على كتالوجي أنا أنا كده بعبر حضرتك بالمعزة أو بالحب أو بالتأدير ولكن بنسبة لحضرتك دي تصرفات ما لهاش علاقة بالتلات حاجات دول فمهم قوي أن يبقى فيه تواصل أفهم احتياجاتي إيه أو الطرف الثاني عايز إيه مش بس الطرف الثاني عايز إيه وعايز يوصله إزاي شكله إيه أنا بحب التأدير المعنوي بحب التأدير بهدية بحب التأدير بجملة بيني وبينك ولا قدام الناس ولا أنا خجولة فقدام الناس بتدايقني أفضلها بيني وبينك فيه تفاصيل كتيرة جداً لن يتم شرحها إلا بتواصل واضح صريح بين الطرفين إلا في العلاقة حتى لو علاقة عمل أو صداق طيب بنلاقي ساعات بعض الأطراف بتبقى عايزة تجامل بس بتجامل بطرقيتها زي ما حالك بتقولي بتبقى عايزة تدعم بس بتدعم بطرقيتها زي ما فتلاقي الزوجة عايزة تزوق زوجها لقدام فبدل ما تقوله إحنا محتاجين أفضل وإن شاء الله وأحسنته ده حاجة ممتازة تقوله إنت مبقيتش عارف خالص تشوف احتياجات البيت والأولاد والعكس صحيح زوج يكون داعم وعايز يدعم زوجته فيقوله إنت مهملة في كذا ومهملة في كذا هو قصده يزوقها لقدام ولكن قد يكون ده ممكن يوصل بشكل عكسي إزاي الناس تبقى عارفة القصد وبعد شوية حتى لو هم عارفين القصد بيبقوا برضو محتاجين الكلمة الحلوية دكتور ده بيحصل خلينا نتفق على حاجة القصد ده بينك وبين ربنا إنما أنا كبشر اللي يهمني إيه أو اللي أنا بشوفه منك إيه أو الطبيعي المنطقي اللي أنا هقيمه في عملية التواصل اللي بينيه من حضرتك إيه حكتين كلامك وتصرفاتك المسئولية اللي على حضرتك بقى كمرسلة إن أنت تبقى عارفة كويس أو الفرق بين النقد واللوم والعتاب عشان التلات حاجات دولما بيتلخبطوا على بعض بيبوازوا علاقات كتير أوي الفرق بينهم بقى النقد واللوم والعتاب